السلام عليكم مرحبا بكم معي فيديو جديد معكم كاري ما كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير اليوم غذي نشارك معكم واحد الحليوة اللي كتوجد في عشرة ديال الدقايق او غالط بالعسل اللي كتجي رائع بزاف قاوم دياله اكتر من رائع مكونات بسيطة ببيضة واحدة كنتمنى انكم تتابعوا الفيديو ودائما لأول مرة كيشوفوا في القناة ما تنسوا شي تتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد كما كتشوفوا معايا كتجي غزالة بزاف غيتبعوا معايا الفيديو ان شاء الله وغادي تنجح معاكم وصفة سهلة وبيضة واحدة وكمية قليلة كما كانت لكم دائما وتبارك الله خرجت كمية كثيرة دوزو دبع المقادير وطريقة تحضر في نص الوقت بسم الله على بركة الله قديم دوزو في المقادير قديم بيضة واحدة تكون متواسطة الحجم سواء كانت في تلاجة وخارج تلاجة يعني ما كانش مشكل قديم بيضة كأس الا ربع من سكر سنيدة كما كنوريكم هنايا يعني فيت نوسكس أنا قديم خليكم العبارات في صندوق الوصف وعندي هنايا معلقة ديال العسل اللي هو ضروري واللي ما عنداش العسل ممكن انها تعمل معلقة كبيرة ديال المربع بالنسبة هاد العسل عسل منزلي قديم خليكم الرابط ديالو في صندوق الوصف كما كتشوفو الشكل ديالو القوام ديالو كيجي رائع وحتى اللون ديالو شي حاجة رائع بزف صافي انا قديم خليكم رابط ديالو في صندوق الوصف وكذلك قديم خليفوا القشور ديال الليمون انا عندي هذا ديال عفوا عندي هذا اللي في اللون الاخضر مش مشكلة سواء الاخضر سواء الاصفر بحل بحل الماب شورت ديال واحد الليمونة صافي وقد نخلطه مزيان سواء بالطرر او بمهم اي حاجة ممكن انكم تخلطه مشي مشكل كذلك كمشتوا معي ضيفت نص كز ديال زيت المائدة ما يعادل 108 ملي لتر دائما نفس الكاس كان عبرو به جميع المكونات الكاس معروف وقد نضيفوه 4 كز ديال الماء الماء دي ماشي بارد وماشي سخن صافي وقد نخلط مزيان وهنا غد نضيفوه الدقيق كمشتوا معي المكونات بسيطة متوجده في كل بيت يعني شي حاجة اللي هي بسيطة بززاف وممكن انكم توجدوها في اخر ساعة بالنسبة للدقيق اللي هو دقيق الابيض او الفرس او الفرينة الكمية اللي ادخلت لي انا 350 جرام بالضبط ولكن انتم دائما ما تقيدوش بهذا القياس اللي كنعطيكم انا وممكن انه يدخلكم اقل وممكن يدخلكم كتر يعني الحاجة اللي حاسب عفوا الحجم ديال البيطة اللي عملته وكي النس اللي كتخدم في الكيسان نسكة الزيت كتعملو مضبط تقدر تعمل اقل تقدر تعمل كتار يعني دائما وبنسبة للدقيق دائما كيختلف حسب النوعية دياله بالنسبة الخميرة غادي نعملو 8 جرام يعني من فئة صشية اللي كتكون من فئة 8 جرام صافي كما كتشوفو غادي نضيف الدقيق هنا انا كنضيف شوية بشوية وفي الاخر كما قدلكم دخلت لي 350 جرام انا عادي نوريكم القاوم دياله ما كتكون شي خفيفة بزاف وما كتكون شي قاسحة كتكون رطبة هاد النوع دي لهاد الحلوة هادي صافي كما كتشوفو وزيت الكيمية دي للتقيق المهم المجموع 350 جرام مايو عديد 3 ديال كووس ونصف هدا هو القاوم ديالا كما كتلاحظو معايا كتكون رطبة وفي نص الوقت ما كتلتسقش في اليدين كما كتشوفو كتشكلوها بكل سهولة وهنايا أنا كنت خليتها واحد ساعة لأنا كنا عندي شي شغل آخر عاد رجعتك مثلا يعني ما تخافو شي منه وخدت وجدوها ومن بعد عدت شكلوها صافي بالنسبة هنا كما كتشوفو عملو الحجم اللي بغيتو سواء كبارين سواء صغارين هنا يا انتم ما كتشوفو هنا كان عملقي عيني ميزاني ما بغيتش نعبر بالميزان المهم انتم ما اللي بغيتو تعبروا بالميزان كيف قل لكم الاختيار بالنسبة هاد الكمية خرجت لي 20 حبة بالضبط وجوني تقريبا كاملين قد قد يعني وخبل ما عبرتم كما قلت لكم يعني عيني ميزاني شوفوا القياس في يدي كنحاول نوريكم القياس في يدي باش شوفوا القياس دياله هنا صافي من اللي كتشكلوهم ضروري كتبسطوهم شوية لانهما كنتفخوا في الفرن كمشتوا معي في الاول ديالفيديو يعني كان شكل منه كويرة وكان بسطة في يدي وكنعملها في الطاوة مباشرة اللي عندي مفرشة بورق الطبخ او ممكن انكم تعملوا مثلا تجيبوا الطاوة اللي كانت تلسق لكم دهنوها بشوية لزيت او للزبدة وصافي هنا بعد ما غدي نسالي الكيمية اللي عندي كاملة انتم ما غدي تشوفوا معايا الكيمية اللي خرجتلي هي هادية وشارين حبة بالضبط بالنسبة هنا يا انا غدي نحتاج اصفر بيطة وحدة غدي نضيف لها شوية ديالنسكة في شوية دياللماء باش تعطينا هذك اللون الدهابي صافي انا هنا يا غدي نتهن الدهنة اللولة كاملين ونعود لون الدهنة الثانية باش يجي فيهم دياللون دهابي يعني غامق وعاطي العين كمشتوا معايا في الاول ديال الفيديو وانتم ما لكم الاختيار وفي هذه الاثناء هادي انا كان شعل الفران 180 دراجة 11 دقايق من قبل يعني عفية متوسطة كان عملا في الوسط تاكد بوز 1-15 دقيقة 2-20 دقيقة لحسب كل واحدة والفران دياله شوفوا معايا هناك نجيب السكين في الطهر دياله كان عمل خطوط يعني تزيين هذا كيبقى اختياري ولكن صراحة كيجي مزيون بزاف اللي عنده الوقت ممكن انها تزيين ما عنده شي الوقت تعمل خطوط عاديين او ممكن انها تعمل غي شوية الزنجلين وتدخلهم الفران شوفوا معايا هناك نتمنى يكون كل شي واضح كان عملو خطوط بالطول من بعد كان عملو العكس ديالهم بش كي يعطيونا هاد الشكل هذا مزيون صافي كي موقت لكم غادي ندخلهم الفران مسخان على 180 دراجة كان عملو طواف الوسط يعني بالنسبة للفران كان حاول انا نعطيكم جميع التفاصيل غي خصصكم تركزوا معايا من اللي كان يكون انا كان عطينا صائح بالنسبة للفران صافي كي موقت لكم بالنسبة للفران 180 دراجة مشوع الملفق او من الاسفل بالنسبة للفران ديال الضو ما بين 15 حتى 20 دقيقة حسب كل واحدة والفران دياله مهم تكتشوفوهم دو كيتحمرو صافي كتعرفوهم لانهم طيبين مهم اهم حاجة ما تجهدوش عليهم النار وكذلك بالنسبة للفران ديال الغاز حتى كي سخن مزيان 11 دقايق العفية متوسطة طبعا ما تجهدوش عليها بزاف حتى كي سخن مزيان وكتعملو الطاوى ديالكم في الفوق وكتخليو العفية غيب الاسفل ما تشعلوش عليهم الفوق بالنسبة للفران ديال الغاز غيب الاسفل حتى كي طيب وكتشوفو بدك يتحمر من الجوانب عاد كتعرفطوه الاسفل بالنسبة للفران ديال الغاز من اللي كتابطوه الاسفل حاولو انكم تنقصو درجة الحرارة مزيان باش ما يتخطفلكم شي وتحرق معاكم لان ضغياء يتحمر بالنسبة للفران ديال الغاز صافي كي ماشيتوا معايا كان هذا هو الشكل النهائي ديالهم بعد ما خرجتهم الفران هنيا بدلت المطاع لان هاداك المطاع اللي كنت كن صور فيه كمدك يضلم شوية يعني الإضاءة كانت بدتك تمشيلي بدلت المكان باش نوريكم اللون دياله الحقيقي والقاوام دياله كي ماذا تشوفوا معايا كي يجيو هادا القالت كي يجيو رائعا بزاف بالمضاق ديال الليمون شي حاجة اللي هي غزالة بزاف كنتمنى أنكم تجربوها وكي يوجدوه في آخر ساعة ممكن أنكم توجدوها يعني صراحة ما كي تدوش الوقت بزاف وكنت بغيت نوريكم القاوام دياله صورتهم ومونطيت الفيديو وثاليت خليت الفيديو بقي كي تسجل ومشي تكمسح المقاطع صفي من بعد تحذف للمقاطع وتحذفوا ليحتمل المونتاج المهم بالنسبة هاد لقالت يعني صراحة نرى معروف القاوام دياله كي يجيو رطبين من داخل المضاق كي يجي شي حاجة رائعة بزاف كنتمنى الفيديو يعجبكم تبرتجيو مع الأصدقاء وليحباب ديالكم وما تنسوش لايك الفيديو هنا قد نخليكم مع بعض الوصفات لنزلت مؤخرا في القناة سأخذكم روابط ديالهم في صندوق الوصفة إلى اللقاء مع وصفات أخرى إن شاء الله اشتركوا في القناة